من موسكو ينضم إلينا أستاذ العلاقات الدولية الدكتور نيزار بوش أهلا بك دكتور نيزار هل صدر أي تصريح أو بيان ردا من قبل القيادة الروسية ردا على اتهامات رئيس ماكرون لا بالطبع لم يصدر أي بيان أو أي إعلان ردا على طبعا ما صرح به ماكرون ولكن ربما ننتظر غدا يعني ربما الكريملين أو وزارة الخارجية الروسية ربما يعني يخرج علينا أحد الدبلوماسيين ويرد بذلك ولكن يمكن التعليق على ما تحدث به ماكرون ويمكن أن نسأل ماكرون أكيد وربما أنتم تسألون ماكرون أين طبعا الدور الفرنسي في ليبيا في تونس في سوريا في لبنان في غيرها من ترك الحبل لطبعا تركيا أليست هي الدول الغربية التي وقفت متفرجة عندما أرسل أردوغان مرتزقته إلى ليبيا وفتح الحدود مع سوريا لتدخل كل طبعا المرتزقة من كل دول العالم لتدمير سوريا ولكن بمعزل عن تركيا الدكتور نيزار قبل أن نتحدث عن الدور التركي حقيقة الدور الروسي في هذه البلدان الأفريقية سوف أأتي إلى هذا بكل تأكيد نعم أما بالنسبة لاتهامه لتركيا هذا ربما هو واقع هناك حرب إعلامية بين تركيا وبين فرنسا أمر طبيعي ونحن نرى واقع في هذه الحرب وبسبب هذه الأعمال الإرهابية التي ضربت فرنسا وكلهم يقولون بأن تركيا شجعت على هكذا أعمال إرهابية أما بالنسبة لروسيا فأين الحقائق وأين الدلائل التي لدى ماكرون ليتهم روسيا بأنها تؤجج مشاعر الأفارقة أو في هذه الدولة أو تلك ضد طبعا ضد فرنسا لا أعرف من أين جاء بهذه المعلومات أولا ثانيا العلاقة الروسية الفرنسية جيدة جدا يعني حتى أولا تاريخيا بعدين ثقافيا والآن هي ليست سيئة بالمناسبة ولكن السؤال لماذا وضع الرئيس ماكرون روسيا وتركيا بنفس الكفة يعني ماذا فعلت روسيا ضد فرنسا هل ممكن بأن روسيا تقوم بهذا الدور ولكن ليس بطريقة مباشرة هو قال تحديدا هناك استراتيجية ينفذها أحيانا قادة أفارقة ولكن بشكل أساسي قوى أجنبية وعدد روسيا وتركيا هل يمكن بأن روسيا لا تقوم بهذا الدور الذي يستهدف الدور الفرنسي في أفريقيا مباشرة وإنما عبر أدوات ممكن أن تكون القادة الأفريقيين الذين ذكرهم وأيضا تركيا كان بإمكان ماكرون أن يسمي هذه الأدوات وهذه القيادات في أفريقيا التي طبعا تسيطر عليها روسيا فرضا يعني طيب أين هذه؟ من هذا الرئيس الذي يدار من قبل موسكو في أفريقيا؟ ولكن هناك دور حقيقة لروسيا ولكنه دور إيجابي تريد روسيا تبريد الأوضاع وقف الحروب في أفريقيا وفي الشرق الأوسط أيضا ولكن وعرضت على فرنسا وعلى ماكرون أكثر من مرة وعلى أولند سابقا قبل ماكرون التعاون في محاربة الإرهاب التعاون الاستراتيجي في طبعا البناء في طبعا الإصلاح في هذه الدول التي تحدث عنها ماكرون في شمال أفريقيا وغيرها ولكن هناك أيضا سؤال من الذي دعم ما تسمى المعارضة الليبية أو الثوارة الليبيين لقتل القزافي؟ أليست فرنسا؟ الروسيا لم تتدخل أنذاك بالعكس روسيا قالت الشعب لكل دولة دكتور نزارو أنت بالطبع أدرى لكل دولة تدخلاتها في كل الدول لن نستغرق هذا أو نضيع الوقت على النقاش بالتدخلات الدولية في سائر الدول نتحدث تحديدا في هذه النقطة قضية التدخل الروسي في إفريقيا إن كان لا وجود لدلائل عليها كما تفضلت تقول أنه فليقدم الدلائل ماكرون كيف تتدخل روسيا بذلك وبالتالي إذا لم يكن هذا صحيحا لماذا برأيك ماكرون في هذا التوقيت تحديدا يتحدث عن دول روسي؟ ما خلفيات تصريح مماثل؟ عفوا عفوا نعم 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 أولا لا شك أن لروسيا دور أنا قلت إيجابي أنا طبعا لا أدافع عن روسيا ولكن نحن نرى الإيجابية يعني أنا أقول لكم لو لا روسيا لم تتدخل بدورها الإيجابي لأصبحت القوات التركية في سيرت وفي جفرة هذه حقيقة قلتها على شاشاتكم أكثر من مرة هذا أولا ثانيا أما بالنسبة لم يتهم الآن أو يضع في نفس الكفة روسيا وتركيا لدى ماكرون يعني بصراحة ضائخة كبيرة اقتصادية ولديه طبعا فشل في الداخل الفرنسي هذه حقيقة وبما يخص الإرهاب الذي ضرب فرنسا أيضا هو فشله فشله أكثر من مرة هو هو أولاند فلذلك بدأ طبعا يصدر أنا أعتقد ما فشله إلى خارج طبعا فرنسا يريد أن يلفت نظر الفرنسيين بصراحة نسبة المؤيدين لماكرون قليلة جدا الآن بفرنسا فلذلك بدأ يصدر ويقول وربما أيضا طبعا فشله وربما أيضا يريد إرضاء طبعا الولايات المتحدة الأمريكية وضحت فكرته شكرا جزيلا لك أستاذ العلاقات الدولية الدكتور نيزار بوش حدثنا مباشرة من موسكو شكرا لك